سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ما يكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن أعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله من الناس العروف الرحيم قد نرى تقلب عجهك في السماء فلنولي أنك أعملت أن ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم ولئن اتغرت أمواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الغارمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صراط الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكلهم وجهة ونوليها فاسترقوا الخيرات أينما تقول يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهة شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغرف من عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهة شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهة شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزديكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تقوموا تعملون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبنونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين من الذين إذا أصابتم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المقتلون سمع الله لي من حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبر وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين آمين إن الصفا والمروة من شعاه الله فمن حج البيت فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بيما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إِنَّ الَّذِينَ يَبْتُمُونَ وَمَا نَنْزَلْنَا فَالْبَيْنَاتِ وَالْمُدَى مِنْ بَغْرِ مِنْ بَغْرِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُوا أُولَئِكَ أَلْعَنُوا وَالْمُّ الْلَاعِمُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَغَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلِيمٌ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلِيمٌ وَأَنَا اَتْتَوَابُ الرَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما آزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتحد من بدون الله أمدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم النسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخاردين من النار سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعب وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يكتبون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينرق بما لا يسمع إلا دعاءهم لداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كله من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ودما لحم الجنزير وما أهل به لغير الله فأن اغطر غير باهم ولا آدم فلا إسمع عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشتغون به ثمن قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن من الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعنت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الطالبين آمين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغربة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيل وآت المال على حبه ذا من قربا واليتاما والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقار الصلاة وآت الزكاة والملفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء واحضراء وحين البأس أولئك الذين صدقون وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا لهم من أكل شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبن وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آهين كتب عليهم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدئونه إن الله سميع عليم فمن خاف من نوس جنفا أو إثمه فأصلح بينهم فلا إثم عليهم إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر 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 اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تقوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم المصر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوني واليؤمنوا بي فليستجيبوني واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغنوب عليهم غير المغنوب عليهم ولا الضالين أحل لكم ليلة الصيام الرفاث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعب وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمهمت عليهم غير المغضور بعديهم من الظالمين آمين يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ضرورها ولكن البر من اتقى واعتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتبوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتلة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الرالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والقرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وأعلموه أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله سبيع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسوا من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو بي أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو رسك فإذا أمنتم فمن تمتع من عمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل محاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهد معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فغلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفاتهم فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبلي لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيهم مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة